كشفت الأحصائيات التي أعدها المركز الوطني للأحصائيات التابعة لمديرية الجماريك عن انهيار كبير في مستوى صادرات الجزائرية التي تراجعت بأزياد من 40% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل نفس الفترة من 2014 حيث فقدت الجزائر منذ بداية سنة أكثر من 9 ملايير دولار ما أدى إلى انخفاض مستوى تغطية الواردات بالصادرات من 118% العام الماضي إلى 76% فقط هذه السنة وسجل الميزان التجاري للجزائر عجزاً بقيمة 4.32 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل فائض بقيمة 3.4 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي وحسب أرقام المركز الوطني للأحصائيات تابع للجماريك بلغت قيمة والصادرات إلى غاية نهاية أفريل الماضي 13.4 مليار دولار مقابل 22.72 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي أي تراجعاً بالنسبة 41% وبلغت قيمة والواردات خلال نفس الفترة 17.73 مليار دولار مقابل 19.32 مليار دولار العام الماضي مسجلة تراجعاً نسبته 8.26% ويشير المركز الوطني للأحصائيات بأن قيمة الصادرات سمحت بتغطية 76% فقط من قيمة الواردات مقابل 118% العام الماضي ما يعني بأن الحكومة مضطرة للبحث عن مصادر تمويل أخرى أو لجوء الاحتياطية الصرف لتسوية بعض العمليات المرتبطة بالتجارة الخارجية كما سجلت صادراته والمحروقات التي تمثل قربة 94% من المداخل تراجعاً بنسبة تقارب 43% مقارنة مع مستوى صادرات المسجلة العام الماضي وسجل المركز تراجعاً في قيمة صادرات المنتجات الغذائية وضمت قائمة كبار زبائن الجزائر خلال الشهر الماضي 6 دول على رأسها إيطاليا بصادرات بلغت 668 مليون دولار ثم فرنسا بقيمة 611 مليون دولار فإسبانيا بقيمة 554 مليون دولار وهولندا ب348 مليون دولار وأخيراً تركيا بقيمة 264 مليون دولار أما بالنسبة لقائمة أهم الموردين فقد ضمت القائمة 5 دول وهي الصين التي تصدرت القائمة ب676 مليون دولار متبوعة بإيطاليا ب451 مليون دولار ثم فرنسا بقيمة 438 مليون دولار وإسبانيا بقيمة 349 مليون دولار وأخيراً ألمانيا ب388 مليون دولار